اللجنة الخليجية تصل البصرة في زيارة قد تكون الأخيرة ونادر اتصالات يحرز لقب دور الدرجة الثانية على حساب الحويجة ومنتخب نساء العراق بالصالات تغلبنا على فلسطين بغرب آسيا ورجال الصالات يتعادلون مع مصر ألقاب الشرطة ستة أم ثلاثة عشر محور الليلة مع ضيوف سيد ياسر خفاجي الدكتور عدنان لفتة سيد شكره محمود والاستاذ تحسين ياسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين ومتابعين عبر الرابعة ورابعة رياضية حلقة جديدة من برنامج صوت الملاعب اللجنة الخليجية المكلفة بالاطلاع على آخر ما وصلت إليه مدينة البصرة من السعدادات كانت متواجدة اليوم وبالتأكيد الزيارة ربما قد تكون الأخيرة المعلومات المتوفرة لدينا بأن هناك رضا تام من قبل اللجنة على ما وصلت إليه المدينة والملاعب تقريبا الجاهزية وصلت إلى 80% وتعتقد اللجنة أنه مع نهاية السنة ستكون 100% الأمور ستكون كاملة بنسبة 100% وبالتأكيد اللجنة تكلمت عن موضوع الحاجز الأمني موضوع الأمني وموضوع ثاني أضيفه إلى بعض الأمور المتعلقة باستضافة البصرة للحدث وهو تأشيرات الدخول بالنسبة لمشجعي الدول الخليج العربي لو أرادوا الدخول إلى البصرة وينتظر من الحكومة العراقية أن تسهل هذه العملية وبالتأكيد تصدر أمرا بسماح للمشجعين بالدخول خلال دورة الخليج لو تم منح شرف تنظيم هذه البطولة إلى العراق طبعا البلد البديل عن البصرة هي الكويت ولكن اليوم الأمور تبدو أقرب من أي وقت مضى إلى البصرة من أجل استضافة هذه البطولة نادر الاتصالات أحرز لقد دور الدرجة الثانية في مباراة قيمة على ملعب الشعب الاتصالات تغلب على الحويجة بخمسة أهداف دون مقابل بالتأكيد الاتصالات بقيادة الكافر حمزة داود سيلعب بالدرج الأولى بالإضافة طبعا إلى نادي الحويجة المباراة كما ذكرت وقيمة على ملعب الشعب الدولي المنتخب العراق نسوي لكرة الصالات اليوم تغلب على المنتخب الفلسطيني بسبعة أهداف دون رد هذا الفوز أهل العراق إلى الدور الثاني من هذه البطولة المنتخب النسوي كان قد خسر مباراة الأولى أمام البحرين بهدف دون مقابل وفرحة كانت كبيرة كما نشاهد وغامرة لسيدات العراق وهنا يحتفلنا بالتأهل إلى الدور الثاني والفوز الكبير على الفلسطيني بسبعة أهداف دون مقابل يذكر بأنه المنتخب النسوي بقيادة الإيرانية الشهناز ياري نبقى بالصالات هذه المرة إلى الرجال حيث تعادل منتخبنا الوطني بالصالات مع النظير المصري بثلاثة هداف لكل فريق بطولة العرب للصالات تستضيفها السعودية ومنتخبنا يلعب في مجموعة تضم الجزائر ومصر وسيتأهل المنتخبان من هذه المجموعة العراق تنتظرهم بمباراة أخرى أمام المنتخب الجزائر يوم غد ستقام مباراة استفكارية على روح راحل الكابتن أحمد راضي المباراة ستقام في ملعب الشعب بين نجوم الزوراء ونجوم القوى الجوية السابقين وبالتأكيد الجميع بعد ذلك سوف يتوجه إلى زيارة قبر الكابتن ودعوة لكل الجماهي الرياضية والرياضيين من أجل حضور إلى هذه المباراة واستفكار النجوم الذين راحلوا عنها طبعا هي المباراة في ذكرى راحل الكابتن نحن دعونا لكن سيستفكر كما نتابع في هذه الصور نجومنا الراحليين اختلفت الآراء حول ألقاب نادي الشرطة الموضوع الذي أثيره في السنوات الماضية ولم يحسم الاتحاد السابق ولا الاتحاد الحالي إلى الآن هذا الجدل وبقي العدد الألقاب كالكرة تلاعب ما بين المؤرخين والمؤرشفين والمحبين لنادي الشرطة أحمد التميمي أوجز هذه القصة مثال التقرير هل سمعتم برهاب العدد الثلاثة عشر؟ بحسب الغريق فهو خوف غير عقلاني من الرقم الثلاثة عشر وتعتبر خرافة انبثقت من الخوف من الجمعة الثالث عشر يعتبر البعض في العالم الغربي المتمدن الرقم ثلاثة عشر رقما مشؤوما لذا فهم يتجنبون أن يكون رقم منزلهم أو رقم ظرفتهم أو الفندق أو المكان الذي يسكنون فيه ولا يرغبون في تناول الطعام على مائدة عليها ثلاثة عشر شخصا تبرير جيد لفريق الشرطة الذي يخوض معركة شريسة مع منافسيه الذين تصيبهم الرهبة مع ذكر هذا الرقم ألقاب يبحث عنها الأخضر في سجلات التاريخ الأسود والأبيض المحارب الثالث فيلم مبني على قصة غير واقعية لم يحقق المرجو منه في شباك التذاكر بالمقارنة مع الميزانية المصروفة عليه سيناريو شبيه يراه جمهور الأندية المعترضة على هذا الطرح الشرطاوي بطل الدوري يستند بمطالبه على سبعة ألقاب أحرزها فريق آليات الشرطة في دور المؤسسات قبل انطلاق الدور العراقي عام 1974 مطلب لم يجد ترحيبا لا من الاتحاد ولا من أي طرف آخر سوى الأطراف الخضراء تساؤل جاء مرادفا لمطلب الشرطة عن مصير دوريات انتهت ولم تحسم ومباريات أجلت ولم تلعب قبل سنوات قليلة يجدها المتسائلون أحق بالحسم من التفتيش بسجلات التاريخ المثير للجدل والزعل لصوت الملاعب أحمد جليل شكرا أحمد جليل في هذه الحلقة ورحب بضيوفي على أميني من المؤرخين والمؤرشفين السيد ياسر خفادي وسيد محمود شكري شكرا أحمد شرفتونا وعلى سارة سيد تحسين ياسري عضوها دارة النادي الشرطة سينا سيد تحسين ودكتور عدنان لفتة الإعلام الرهي أحمد بالتقرير قال الموضوع يزعل ويسوي حساسية يسوي مشكلة بين المتخاصمين التاريخ لم يكتب بشكل جيد هل هو ذنب الشرطة أم ذنب من لم يؤرشف ولم يؤرخ للتاريخ العراقي لا نقول القديم نتكلم عن السبعينيات إذا كانت السبعينيات قديمة فكيف بناء والخمسينيات والعشرينيات هالمشكلة أين بالتاريخ أم المشكلة بالشرطة لا طبعا هو الشرطة ما لا علاقة بالموضوع هو ضحية حالة حالة الفرق الأخرى سواء كانت فازة بالدوري أو لم تبس بالدوري هذا الدوري هو المفروض يوثق كل نشاطات اللاعبين ومدربين وفرق كاملة فازت أو خسرت هذا التاريخ يجب أن يحترم ويجب أن يكتب كما هو التاريخ نحن الحمد لله وشكر لا عندنا تاريخنا السياسي مشرف ولا عندنا تاريخنا الإسلامي مشرف خلي بقي علاقة تاريخنا الرياضي خلي يكون منصف طبعا هناك موضوع يعني التاريخ الأسلامي مشرف هاي قصة سوينا مشكلة لا لا احنا لا عفوا يعني يعني هاي اثنين عراقي يقول لي يا باب اي مسؤول كان في ذلك الواقع في الخمسينات في السنينيات يقول لك أخوة شرد ملو يقول لك والله ما هذا المشكلة بالأرشة المشكلة خلقها الاتحاد العراقي اللي كوث القدم عام 1973 عام 1995 هاي المشكلة باختصار يعني شلون جبر انه فرق المؤسس اللي يسميه فرق المؤسسات انه تدمج مما بينها فرق الشرطة اندمجوا كونه فريق او نادي الشرطة شركوا بالدوري والجيش طبعا هنا المظلومية انا قلت لك الشرطة ضحية اللي اجل ضحية شو فرق الجيش قلهم الاتحاد انتم اندمجوا نادي الجيش بس اثناء فريق القوى الجوية سوى نادي الطيران شوى طيران شنو هو هذا مو مو صنف مصروف الجيش مو كان يدمج الشرطة قال لك احنا نايمنا خلونا نشارك بفريقين فريق الاليات وفريق نادي الشرطة في ذلك الوقت قلوا لا انت فريق واحد هذا الظلم هذا النظام اللي نعمل به الاتحاد في ذلك الوقت تعالوا طبعا لخروقات كثيرة يعني بلو ثمانينات احنا مثلا عندنا يذكرون سوعة ثمانينات جانا فريق البحري عسي المثال شارك بالدوري طيب البحري شنو هذا مو صنف مصروف القوات المسلحة مو منظم نجيش مفروض العب بس دعم للقيادة قوى البحرية اليوم في حرف ابناء مع ايران خلوه يشارك بالدوري طيب فالمشكلة بدأت بالاتحاد بتخبطات بالاتحاد سيد محمود يعني اذا كانت المشكلة قد بدأت بالاتحاد فالاتحاد يحل المشكلة على الاقل الاتحادات السابقة يعني كان فيها الكثير من الرموز الرياضي المهمة واذا كنا ننتقد الاتحاد الحالي بقلة المعرفة فنحن نستذكر قيادات بعض القيادات الرجالات الرياضة سابقا بأنهم قيمة عالية ويستطيعون حفظ الأمور انا اتفق ويا استاذ ياسف في موضوع التحول من الفرق الى اندي لكن عندي تحفظ على موضوع التوثيق والارشفة في تلك الفترة وربما الكثير من من دونوا هذه المعلومات لا يعلمون ان العراق او الاتحاد العراقي بكرة القدم في زمن 1967 قبل استلام حزب البعث للحكم كانت هناك محاولة جادة لاقامة دورة على مستوى العراق بدلا من دور بقداد ودور البصرة ودور البوصل ودور كاركوك هذه جبهت برفض من الفرق اللي قد تتأثر من هذا الموضوع هذا اللي سوى عادل البشير اثر عليه بشكل بحيث النقل كرئيس الاتحاد نقل من مكانه الى خارج مكان الى مكان اخر وطلعوا من رئاسة الاتحاد باعتبار تفرغ عسكري بسبب هذا الموضوع بسبب مطالبته بدور العام كل نقطة راح تشيهاني عندي بيها وثيقة بس للأسف ما اقدر اعرضها فقط لأصحاب المصلحة بسبب مطالبته بدور العام باقامة دور العام مقدم مطالعة الرجل بال72 او بال71 بال71 او ال72 عندما عاد لم يجد اي معلومة عن الدراسة التي قدمها ماذا حصل الاتحاد شكل لجنة من عدد من الخبراء منهم الراحلين مؤيد البدري الفهم القيمقشي وعدد من اعتقد نشأة ماهر من الناس اللي هم كانوا رؤوس الحركة الرياضية والكروية في ذات كرة عملوا دراسة على اقامة دور العراق ليش لان شافوا المنطقة والعالم كل الدوريات على مستوى مستوى البلد كله مو على مستوى المحافظة اختوا تجربة دوري برازيلي كان دوري مناطقي برازيلي اخذت كاس العالم ثلاث مرات وهي دوريها مناطق ألمانيا اخذت كاس العالم أكثر من مرة وبالستين يلا بدأ الدورة فطلع على رئيس الاتحاد وطلب انه يشكلون لجنة حتى ندرس اقامة دولة للعراق اول المؤيدين لهذه الفكرة الراحل كابان هم من نجيب كابان اللي هو ابن المؤسسة الداخلية انا ضربت لك عادل بشري اللي هو ابن المؤسسة العسكرية وكابان اللي هو ابن المؤسسة ايد هذا الشي لاعبين المنتخب الوطني اللي بالبصرة منهم راحين كريمة قاموا يطلعون بالصحف العراقية يطلبون اشراك فرق المحافظات في دور بغداد لا في دور مواحد نعم ليش لان منتخب البصرة كان يجي البغداد يغلب المنتخب الوطني الصور مرة اغلب منتخبنا خمسة منتخب البصرة فهذه الاشكالية اوجدت الان يجدون حل وجدوا حل صرح الاتحاد عن طريق محمد حسون اللي هو اميسر الاتحاد بال72 و73 انه على كل فرق المحافظات ان تقيم دوري وتسمي البطل هذا الدوري ويختارون من عندهم ست فرق هذه الستة تنظام الى فرق بغداد التسعة يسكنون دوري يسمون دوري العراق العام للموسم 73 و74 كموسم تجريبي لإقامة الدور العراقي نجاح هذا الدوري في منتصفة اقام الاتحاد بطولة اسمه بطولة كأس بغداد وقيمة الفترة من هذا لبداية هذه الحاجة 73 و74 هذه الحاجة 73 و74 بدأت فكرة تطور نجحت ماذا حصل بعد النجاح في 18 أب 1994 قرر الاتحاد العراقي في ضوء كل الدراسات السابقة وليس بجرد قلم أو لسأسباب سياسية كما يذكر بعض المدونين إنما بعد هذه الدراسة وبعد نجاح بطولة كأس بغداد وبعد نجاح بطولة الدوري العام اقامت بطولة على مستوى العراق سميت بطولة أنبية القطر تعرف نظام كان نظام بعثي يعمل بنظام القطر بس حول الفرق إلى أندية وذكرهم بالنص مثل ما قال ستارياس اللي ضرروا الشرطة الشرطة جمعوا آليات الشرطة وشرطة النجدة وفريق كلية الشرطة بطل الدرجة الثانية لفرق بغداد 73 و74 دور التلابتهم دمجوهم الفريق واحد القوة الجوية والجيسة وهم فريقين مع المهم هم ولد المؤسسة العسكرية باقي الفرق اختاروهم اللي هم من الفرق اللي كانوا بلعبون بدور 73 و74 اختاروهم شكله والدوري طيب أو نجح هذا الدوري واستمر أول ثلاث دوار كانت هناك معارضة شديدة من الجيش والشرطة العاب الجيش والعاب الشرطة الشرطة أشرك فريق رديف من العاملين في العاب الشرطة يمكن سيدنا يسموه من العاب الشرطة بعد الدول والخسرة واعتقدوا المواصلات ثلاثة والثانية خسروين نقل دعش بعدها قدموا طلب للاتحاد بتشكيل فريق آخر واجهتهم عقبة شنو؟ آليات الشرطة رضا بيشاركوا فانجب رأوا أن يشكلون فريق من فريق كليات الشرطة واللي بيراحت حمودي وعلي حسين محمود وفريق شرطة النجدة طيب ومش الدوري أنا أشكرك على الإجاز والعرض التاريخي سيد تحسين الآن بدينا بالمؤرشفين حتى ننتقل إلى النادي كنادي حسنا النادي يقول أنا البنسبالي هاي الهوسة ما أنه أنا مظلوم بيها فأنا لازم أخذ حقي بالنهاية لكن هل الحق أنه تأخذ ألقاب لنادي موجود حاليا هو آليات الشرطة موجود حاليا هذا الحق ممكن أن يأخذ من نادي موجود حاليا تحياتي لك ستاة طه وتحياتي لكل الأخوة الضيوف نادي آليات الشرطة الموجود حاليا هو نادي حديث أسسه عام 2019 بإجازة أسيسية حديثة بدائية وعطت لهذا النادي على سبيل التجربة حتى يكمل المعايير اللي يحتاجها 2021 كمل المعايير واعتمد رسميا في نادي يعتبر مؤسس عام 2021 وموجودة وزارة الشباب والرياضة وموجودة شون سوف نأخذ نفس الاسم لا نادي آليات شرطة بغداد باقي نادي آليات الشرطة السابق يعني يعتمد كل الشرطة بالعراق وهذا اختصر على نادي آليات شرطة بغداد فأنا سبقوا أستاذ شكري نزل التصريح عليهم من التصريح ومتفاجأوا وقالوا له التصريح ما بنسوه ونحن نرفع دعوة ونسوه كذا كيف تصرهم؟ منه نادي آليات الشرطة يعترض على منح الألقاب وكذا نقلت مو أن يصرحت هو نزل بصفحتك أنا تابعة فمن التصريح بيهم نكرو الموضوع جملة وتفصيلا الأخ مالك أمين سر النادي نفل الموضوع جملة وتفصيل وقال هذا الموضوع إحنا لا صاير عندنا ولا داير وكذا وإحنا نادي تأسس حديثا وإذا تريد تحب داخلك يا مداخلي يعني تصل الآن هسا يا بالهاتف وداخلك وتتقصد بين آليات الشرطة ذابة في الشرطة من سبعين يوم؟ تمام تمام أنا خلي نقول أنا أصغركم بالواقع أصغركم عمرنا نجوز بس أنا يعني دا يخفى الشغلة إحنا ليش ما نحترم تاريخنا؟ ليش ما حد يحترم التاريخ؟ إحنا كدكتور إحنا سنة الأبعة وستين وستة وستين أخذنا كاس العرب ولكن ما أخذنا لأننا أخذنا هذا كاس العرب جبنا يعابين من الانتخبات الوطنية من الشارع وجبناهم بتعلقوا يعني شام عطا عجال عبد كاظم جام مولي شدراك يوسف شام الفليح حسين هاش هاي هاي الأسماع هاي القاومات الرياضية اللي انبنن عليها تاريخ الارث الرياضي العراقي هذا هذا قلنا نسير والله شونو أجي أستاذ عدنا نيوب صوري وزير التجارة السابق اللي هو ممثل حزب البعث وربصار رئيس الاتحاد وترأس نادي وحل الأندية وانعدمة الرياضة بالعراق من غير المنطق أنا يوم حتى وانت كان أسبيوني بس أسعد هذه النقطة تقصد بأنه هل ممكن أن يكون اختيار منتخب العراق ايه من الشارع جايبي نحنا ما عدنا لي ما عدنا دوري هس على الحج هذا أنا ما عدنا دوري دوري اسعدنا دوري دور محافظات دوري مؤسسات أو عدنا دوري فرق عسكرية أو عدنا دور احنا ناس ما نريد نحترم التاريخ احنا لازم ننسف التاريخ لازم ننسف التاريخ ما كفى شي اسمه تاريخ لذلك اليوم الله سبحانه وتعالى حتى العزة عزك يا الله يقول إنا نزلنا الذكر وإنا ليه لحافظون يا أخي احنا شنو ما عرف نليش يعني احنا ليش بالتالي نجي نحصل موضوعنا إما اعتزازي لك ستاذي شكري لين ميول جماهرية لين احنا نخاف من الجمهور أنا اكلم من الصبح لغانا كله ايييك انت شنو تطلب الألقاب ايييك منك بذالي للتالي أنا اليوم اشتغل بالشرطة طفك اخر طلع DRH생 تمام جيد جيد اش مو اش انتو واخnet ولا مد Laure هاسا انا سأقول لك 30 80 انا حاسبني انو أنا built 80 بعدني ما مولود لا اذا النادي ما طالب القابل لا لا اختلفت الامور انت بنظام حزب بحث هو اسس هاي المنظومة لا لا تسمعني وانت تريدنا اروح اعارض عالية يا سب يا سيدي ما بيش منه 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 اللي يقدر منه اللي يقدر يجرى هاي مرارات دولة دكتور عدنان دكتور عدنان خلنسمع دكتور عدنان نعم تحية لك واللي كل الحاضرين الاكارم احنا نتعامل الان مع سياستين السياسة الاولى يسموها الاذن الطرشة اللي يقوم بها اتحاد كرة القدم كل هذه المطالبات هو ساكت والمفرض هو يحسن من امور والسياسة الثانية اللي هي سياسة العنثريات اللي قام بها نادي الشرطة يطلع قدام العالم كاتبة 13 نادي يمثل الدولة العراقية اقوى وزارة بالعراقية ووزارة الداخلية اول شي قال سيد تحسي لاسل قال لازم نحترم التاريخ طيب احترم الدولة اولا ليش نادي القوة الجوية لا ممثل السياسة العنثريات من اللباس خلي كامل الفكرة وين العنثريات بالنحوات يكتب 13 مو صحيح تعرف ليش احنا اولا لازم نحترم مؤسسة الاتحاد الان عدنا اتحاد اسمه اتحاد كرة القدم اتحاد هو سياسة غلط الاتحاد يشوف ترضي يقوم يعني هسه انت حضرتك عندك حلقة عن موضوع اعادة الحقوق لنادي الشرطة والجوية طبعا كل الحقوق لهم واحنا متعاطف معهم ومع اي نادي عراق احنا نريد الحق يعود هذا امر طبيعي جدا وكل اتنا نستغرب ان دولة عريقة في كرة القدم مثل العراق على الساحة العربية دورها يبدأ متأخرا في متصف السبعينيات اللي هو مرة يقولون 74-75 مرة يقولون 75-76 طيب السنوات اللي قبلها اللي مرة يقولون دوري مؤسسات مرة يقولون دوري مناطق مرة يقولون دوري محافظات كان يفترض نسوي لديباجة حتى نخرج بشي منصف للكرة العراقية اما سياسة فرض الواقع انه انا اجي اكتب 13 او يقول مثل ما العام الماضي الجوية كتبه هذه متفيت ما تنفع انا يفترض احترم المؤسسة الموجودة واعاملها بالمنطق بالقانون انت الان انا ارفع دعوة اطالب الاتحاد بانه يعيد الحق لنادي الشرطة ولنادي الجوية ولنادي الميناء ايه شو تعامله اياها كتابنا 383 كتابنا 383 في 125 في 2020 لحد الان ما حتجاب عليه وكتابنا هذه القوة الجوية وكتابنا هذه القوة الجوية مئة واعة ثلاثين في 185 في 2020 الان ما حتجاب عليه كلامك جميل اش قلت لك انا اول سياسة شنو قلت لك صحيه او لا انت تقول سيارت temaki لا 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 بلعكس مكن مضحك من وراء الله ليش اسمعنا حسزيز أنت لان تريد تفرض تعيد حقك هذا حق طبيعي الو لا بس يعني بس يعني لا ما تجبر ماتجبر حبيب أنت تعيد حقك بالأطر القانونية بالنوافذ القانونية أما تجي أنت تكتب 13 ودير 20 وحد يقول أنا 17 هين مو صحيح أولا نحن هادا جمهور وإحنا قاعدين أجج الموقف عني أسلك الطرق القانونية لكن مثل ما يحدث في كل العالم من أن أظهر في موضوع أرفع شعار معين وطالب بحقي في شعار في لافتة تعليقاً على موضوع عن تريات اللي راح يستفزه هواي جمهور مشكلتهم لا نا تريات تريات هو أنا أنا في 13 أنا وجهة نظري عندي 13 هسا الجماعة هسا الجماعة على يميني هسا المفروض بعد ما تكلمت بأشياء عامة وشرحتونا شرح تاريخي عمي الشرطة عدة 13 لقبل ولو ما عنده 13 لقبل شي دي أسر الله هوي 13 وهي 13 هسا بالسوق لا هسا ما يتكلم على 13 الألقاب موجودة لو ما موجودة خلي لجنة والحل شنو الحل أن الاتحاد يشكل لجنة بالضبط يعطي الموضوع أهمية بالغة لأن هذا أولاً تاريخ كرتنا بغض النظر ناضي الشرطة عريق وناضي الجوية والميناء ذو اللي عندي هم يعني من رحم الكرة العراقية هم اللي أسسوا الكرة العراقية الآن من نتحدث إحنا ما عايشين عصر الفرقة التال ثول ما عايشين كل إثنين كل موجودين الآن ما أدري سالياسي جسر عايشة أو لا لكن إحنا أيضاً نحب تاريخنا لكن رياسي يا سيد دعال لك تعليق مهم قال هواية 13 لعد من راحوا لعبونها دورة بطال آسية من راحوا هل كان الشرطة هذي بطال آسية آليات الشرطة حتى لو نريد إحنا ننطي الآليات ألقافها لنادي الشرطة ولو هذا منسبة لي يعني ما أم مختنئ بها إن شاء الله أنا دائماً أحترم التاريخ التاريخ مثل ما هو من يفاز بالدورة من راح مثلنا بالدورة بطال آسية أنت سيد فضلت حضرتك شي اسم الفريق اللي راح نادي الشرطة آليات الشرطة أي يعني هو نادي نادي الشرطة أنا إذا أكتب نادي الشرطة بطال دورة سنة السبعين إذا يخليه زور التاريخ أقول لي راح مثلنا بالتالي هو نادي الشرطة وليس لا آليات أنا هذي اللي أقولك إن دمجوا لكنه الآليات جزء من نادي الشرطة وليس كل نادي الشرطة يا سيدي يا سيدي فريقين اندمجوا تمام الاندماج معناه اندماج إداري تقني فني طيب ليش قالوا وحنا خلينا نشارك فريقين فريق الآليات وفريق آخر نادي الطيران نادي الطيران شا اندمج صار نادي القوة الجوية داخل لا لا نا طيران مدير اسمي استق давай داخل قابل ايدي أصل لك فكرة الطيران مصارد جوية ورجع طيران ايه لا أو بعد في الشغلة اليوم احنا عندنا وسستين خاضع envelope في وزارة الدفاع القوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي ايه والدفاع الجوي لا لا الدفاع الجوي كنادي هسا لا لا القوة الجوية وطيران الجوي وطيران الجيش زين هسا قوة جوي ألمين لا أنا قت لك الخروقات صار شرعية. حتى كان عندنا دباع الجوي. نادي دباع الجوي شارك بالدوري. لا سيدي اهو غير شيء بالمنطق صار محمود المنطق. هسهو ما ندمجو. الاول ما ندمجو هما. زيان. اكفت شيء. صار محمود لو إذا يصلخنا صالح. شكرا محمود. لا لا يوجد شيء دمج والدليل. الدليل 74-75 بدأ دوري العراق. نادي الشرطة يلعب بالدوري. وآليات الشرطة يلعب. نعم. يلعب فريق اسكري ويلعب مباريات ودية ورسمية. دوري قوات مسلحة. ويعني اذن هم فريقين. ولحد هذه اللحظة هم فريقين. بس احب الداخل. دا اليات الشرطة جديد. انا دا احبت على نادي اليات الشرطة. دا احبت على فريق اليات الشرطة. اكو فرق بين مفردة فريق ونادي. زيان. بدي فهمني انا اجدار. اي فهمك. اي فهمك. انادي لو هاي ادارية ولو هاي تأسيس. اوسع. نعم. موضوع مشاركة فريق آليات الشرطة. في بطولة دوري اندية اسيا واحد السبعين. الاتحاد الاسيوي. في موقعها. يقول لم يكن الدور العراقي قد بدأ بعد. لا. وتمت مفاتحة. لم يكن الدور العراقي قد بدأ بعد. كموسم لو هاي فكره. لا. هاي هو الاتحاد الاسيوي نص مشاركة الشرطة. اشنه انصار كل موسم لو كفكرة. لا كموسم. 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 لا لا ستسمع على موقع. يقول لم يكن الدور العراقي قد بعد. قد بدأ بعد. وتمت مفاتحة اللجنة الالمبية. وتم ترشيح فريق آليات الشرطة بالنص بطل دوري بغداد على أن يتعهد الاتحاد العراقي بإقامة دوري موحد بعد ذلك هذا نص الكلام وأقدر أطيك الرابط بعد البناء شرط الاتحاد الآن السوي على العراق أن يقيم بطولة بعد هذه لأنه صار عدد يا بطل عددكم خمسة بطال ستة أختار زين أنت هسا السيد تحسين يقول التاريخ من محل التاريخ من يمتحي تاريخ جمولي من يحمل تاريخ منتخبات البطل مشاركة فرق دوري بغداد وما ترتبط بدوري العراق لا لها علاقة بأرشيف الرياضة هاي وثيقة رسمية تقول جدول مباريات فرق الدوري الممتاز لعام 65-66 ما يقولون جدول فريق فريقين دوري بغداد الممتاز جيد لا مو دوري بغداد جدول مباريات فرق الدوري الممتاز لعام 65-66 ما يخصني لا حتى جاوبة حتى طبقين داخلي هاي بي تعليمات لا كانت ستة أو خمسة هاي تعليمات في نفس الموسم في نفس الموسم دوري الممتاز في البصلة 12 فريق لا خلاف ما موجود في بغداد لا خلاف ما موجود في بغداد سيد غني عسكر نائبنا سيد عبدالله سكرتير إذن هذا تمثل اتحاد هاي اتحاد سيد بس هاتشان بغداد لان تقرأ لعندي بس بغداد من في بصرة بالبصرة ما اكون دوري ممتاز ما اكون دوري بغداد ما اكون استبقاءها اسمه دوري العراقي انا ايد استاذ تعشيم هاي النقطة دوري العراقي يشوع عليه اتحاد العراقي اللي كنت قدر نوعتر به من الانتحاد والانتحاد الوأسوي انتي اتبع بلد بلد السبعينات حايرين بي لا بلد السبعينات حايرين هسوا دوري بغداد لا دوري العراقي طلحها شنية لا دوري العراقي طلحها شنية وعد عمى عمى نايم قاعدنا خاس في عمى بس طلع هذا شاسم الدوري فقدر رأتها فنو ناظو المفوضة عحمد يشوفها ها بطولة بغداد لا هاي بطولة استاذ دوري بغداد لا استاذ انت لقيت لك وديقة مكتوية من التجاهل اقرأ هايش مكتوب هاي الدوري اقرأ من اش مكتوب به تساعدنا في اليوم من جديد مباريات بطولة الدوري اللي فرق الدرجة الاولى الممتاز سابقا في بغداد بعد توقف الطراري دام قرابة في بغداد يعني ما معناه اكتان بغداد واخر لا اهود غيرة التسمية من دورة الدورية لا اصح اشتخل هذا الجدال هذا الجدال هذا الجدال ياما يحسم الاتحاد دكتور عزاني ياما يحسم الاتحاد ياما نخلي آلية وننهيها عزاني لا هي المشكلة احنا مو بالكلام الكلام راح يبقى طويلا احنا الان عدنا جذليات كثيرة بالحياة لحد الان ممكن استاذ ياس بدأ في موضوع موضوع سياسة انت قلت لنت حت في السياسة يعني لحد الان العراقيين يختلفون من هو الافضل النظام الملكي لونظام الجمهوري طبعا هذا موضوع شائك دي يؤمن واحد رأيي احنا الان الاتحاد شنو مطالب انا قلت لك ذكرتهم بدايه بالقلم العريض الاتحاد هامل الموضوع وكأن الموضوع غير مهم لا هذا موضوع العلاقة بإرث وتأريخ كرة القدم العراقية احنا منصالح احنا من نتحدث نقول اول يعني بدايات الكرة العراقية بثلاثينات يتحدثون عن الحبانية ويتحدثون عن الميناء ويتحدثون عن الرمادي هذي بدايات كرة القدم معقولة من الثلاثينات اللي هو طبعا الجوية والميناء تأسسوا فيها هذا التاريخ ممكن أندي مقارنة إلهم في هذا الوقت طيب معقولة من الثلاثينات إلى السبعينات بحدود أربعين سنة معقولة إحنا كبلد ماكو عقول تفكر بإقامة دوري بإقامة بطولة هذا شكل الدوري يقولون مختلف مرة يقولون بغداد مرة يقولون محافظات هذا من يحسمها الاتحاد الاتحاد يفترض يقول هذه بطولات معتبرة هذه بطولات الهقيمته هذا يعتبر إذا هو الاتحاد أصلا اعتمد على أرشيف إن بطولة الدوري بدت كلنا الآن من نجي إحنا لأي بطولة نبحث بأرشيفها بتاريخها الاتحاد هو نفس يقول هذا تاريخها طيب الفترة اللي قبلها يفترض نحقق بها يعني إحنا الآن أكون لجنة الحمد لله ما شاء الله عدنا مؤرخين كثيرين يعني غير الساعة الشكر إحنا عدنا بعد منذر العذاري عدناه شام السلمان عدنا الكثير من الأسماء القيمة وعدنا ناس لا زالوا على قيد الحياة بطبط نفس القطاط يعني اليوم أنا سمع التصريح مثلا سيد عبدالقادر زينل ماكو بانع السيد هشام عطى عجاج كل الشخصيات اللي عاملة بالاتحاد ممكن نستدعيها ويصير عملية بحث والله خلال أشهر ينتهي الموضوع يجيبون كل الوثائق وعدنا المكتبة الوطنية بها كل الصحف القديمة موجود ممكن أيضا دليل لا لا أنا عززني كل الوثائق بس ما جعبوا من الاتحاد بس على موضوع سيد عبدالقادر زينل سيد ياس أنت مسألتك على القادر الشرطة قلت تهوات سيد عبدالقادر زينل رجل رياضي معروف ورئيس نادي سابق إلى حضوره الرياضي تحدث بحقية الشرطة أعتقد حسه باللقب من دارس الشرطة موسم 62 وثلاثة القاب للشرطة أيضا 68-70-72 ويمكن أعدهم بال67 لتوقف الدوري كانوا مصادرين هاي الحاسب هو صح حاسب هو يعني إذن شهات مدارس الشرطة أنا من وجهة نظري غير مدارس الشرطة لمدارس الشرطة لآليات إلى لآليات يعني بالـ 63-63 استادياس يقول لك بطل دوري بغداد كان فريق مدارس الشرطة يعني لا الآليات ولا الشرطة وكان بيتسميتين منتخب الشرطة يضد هاي مال دوري بغداد هاي اسم الدوري عراقي طالما يشبع عنه التحدي العراقي هو وضع آليته هو وضع منهاجه لا لا بس دوري بغداد حتى يقسم حتى يعرف شكلاً هي المشكلة الشنو المشكلة أنه بالإتحاد على رقمت الـ 648 سوى ثلاث فروح إلا لأنه كانت صعوب التواصل ترى حالتها المادية تعبانها فرق يا فرق بغداد كان استاذ تحسيم كنا ما يدري الله يحمى بي منقي مغتش رادي أخذ آليات بالـ 71 بطولها تايلند أدانا 600 دينار من الاتحاد حتى يروح ما عدنا فلوس هذا بطل الدوري شوف لأنت المحاولة شون كانوا ما كانوا عدوا ستين تسبطوه قصرة ساركوك الموصل هاي المشكلة المشكلة تعزز بعدين صارت في كل محافظة عدنا اتحاد فرعي ولأل حتى هاي لأتحاد فرعي حتى بغداد طرح العلم مرسوا اتحاد فرعي في بغداد في بغداد والحيان مطالبات والحيان مطالبات في بلوخة سواء واني ما عادت وجودها هاي هاي مشكلة هاي هاي مشكلة عمي سحنا بجادين العالم باللي اريد نعرف لولة نادي نادي الشرطة صح يستحقون مو بس الشرطة بقية الفرق طعن جو يهمي طالب بس هاي طلابتنا الشرطة يستحقون هذه العقاب ام لا الحديث ليس فقط بفضفاض وتاريخ بشيء منطقي المنطق يحكم والدليل يحكم زين المنطق ماذا يقول في مثلا موسم سبعة وستين اثماني وستين ستة وستين سبعة وستين ألغية بسبب الحال الموسم اللي بعده آليات الشرطة بطل دوري بغداد والميناء بطل دوري الموصل بطل دوري البصل والموصل بطل دوري نينوة هل منطل دوري استاذ شكري مع العرض مع العرض الدور في البصرة عدد الفرق مال تدرجة أولى وفي ثانية أكثر من الفرق اللي في بغداد طيب انت الاتحاد عن لسان أحمد المسوي نفس الاحشاية قاله قال هل من المحقول أن أنت أربع دوريات أربع طال أبو البصرة أطي بطل وأبو بغداد أطي بطل أو أبو الموصل أطي بطل وباشر عقبو أبو أربيل هم يقول الآن أنت مشارك وأريد بطل هاي ما معقوله وموذن بالشرطة لا 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 هذا الموضوع هذا الموضوع لتأثير بالشارع والله استاذ شكري يريد أن أثر جمهورة استاذ شكري جمهورة جاوب على هذا السؤال من كلف الآليات يمثل عراق بطلة أندية أسيا بطل بغداد هو بطل الدولة هو بطل بغداد هو بطل عراق تمام بطل توج في بغداد نعم هس هاي نقطة نسترد عليها أنا أريد لزمة أريد لزمة بلحفظ هو بطل بغداد هو ده يقول بطل دولة أو أسند مهمة تمثيل عراق لآليات ليش ما قال لهم لأنه لم يكن الدور العراقي قد بدأ بعد خائنا ليش ما اعتمد عن جاب لفريق لا لا جاب لفريق معات جاب لفريق معات ولا متجمع ولا سأوا وقال لروح حتى مثل للعراق هو هذا كان لا أكو شرط أكو شرط في بطولات الدوري في العالم كله أول شرط يسمونه الاستمرارية يعني أنت لا يمكن تطلق بطولة الدوري تقام سنة واحدة وتقعد سنتين وأنه بترجع احنا أكو إشكالية في هذا الموضوع فلذلك الفيصل هو الاتحاد الاتحاد يفترض يستعين لجنة من الخبراء لجنة من الشخصيات الرياضية اللي يعايش ذلك عصر ويبدأ موسم موسم يحدد يعني أكو بطولة فعلا شنو المقومات شنو الأدلة هذا هو تاريخ الكرة ينصف الموضوع ويحدد الفائزين ويكتب تاريخ العراق هذا ما بيش ترى ما بيش يزعل بالعكس هذا موضوع سار للجميع يحسم الأمور ونخلص من هذه لأنه كل نادي يقول لي كاني لا لا أنا أنا أقطع أنا أقطع بس سيكسوال سنت 83-84 الشرطة لعب بها اسم هو الأمن الداخلي صاحب أمر من وزير الداخلي صحيح لو كان ما أخذ اللقب كان شنو لا لا طبيعي زين لا لا بجل ما جاوبت لا لا يا سنة تبدل نادي الطيران مهوج هنا أنا نفس الشيء يا سنة تبدل نادي الطيران لا لا بعد ذلك لا والإشكالية بالإسم لو بالمؤسسة اتغير اتغير احمد خير يا سنة المؤسسة موجودة فيها دي الاشكالية بالإسم له بالمؤسسة منصار قول أمن الداخلي لو ما أخذ الدوري يبقى مؤسسة وزارة الداخلي طيرانها مصار جوية الاسم له المؤسسة هذه آخر لا العسنة ما لها علاقة المؤسسة المؤسسة هسا المؤسسة وحدة هي الشرطة والشرطة عندها عدة فرق يا أخي إذا وزارة الداخلية اليوم قالت بما إحنا كوزارة هسا وزارة داخلية بأنه نادي الشرطة والنادي اللي حاصل على الألقاء هذا الموضوع قرحته قلت خلني اتحاد إذا يريد يحسم جدل هاي القضية يجلس كتاب للمؤسسة وزارة الداخلية ووزارة الداخلية راح تقل لي أنا كمؤسسة وزارة الداخلية أقول إنه لوليث الشرعي لنادي آليات الشرطة أولاً الميناء بالإتحادية الميناء بالإثمانة ستي بطل دوري ليش أطيها للآليات بزاوب أسوه رجال شعلي رجع الاتحاد أولاً أقول لك الاتحاد ما يقدر ينطي للشرطة أو ما يقدر ينطي أربع الطاقة والله ميولة طاغية والله ميولة طاغية سيدي لا بس هو سؤالة كان واضح أحس الميناء أنا يدس السؤال صغير بالأربعة وسبعين كم فريق من المحافظات شارك بالأربعة وسبعين شاركة والسماوة وشاركة وبابل ستة شرطة الأربيل شرطة لا هاي ثلاثة وسبعين لا 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 أربعة وسبعين أربعة وسبعين خمسة وسبعين كم فريق شارك؟ الاتحاد قلت لك أنا ذكركم هاي لا طريقة يا شارك بس اسمح لي زين باقي المحافظات الماشاركو لا لا باقي المحافظات الماشاركو ليش نسمعها؟ فضل بالثلاثة وسبعين أربعة وسبعين أقام دوري على سبيل التجربة وأفطال الدوري اللي طلعوا ومنظم منها سوا بطولة ورشح ست فرق من المحافظة تقيمة دوري من مجموعتين ممكن يعرفها أستاذ ياس وتم ترشيح عدد فرق المحافظات اللي راح تشارك بالدوري العراقي اللي يتكون بالأربعة وسبعين خمسة وسبعين من عشرة فرق فقط أستاذ أستاذ شكري جزيل يعني أنا جزيل احترام لك وأنا تدري علاقة تتربطني بك علاقة قوية أنا على حد معلوماتي أنت تولد ألف وتسعمائة واثنين أنا سعرين أنا أين المعلومات أنا بلا أول ابتدائب دي اسمعني المعلومات اللي عندك المعلومات اللي عندك أنت جبتها هاي العمر ما لعلاقة لا 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 أنا أنا أصل فكرة لا 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 أنا أصل فكرة يعني ليش ما أقول أنتم الناس العاصرة تتجيل الناس اللي كانت موجودة اللي راح تفرجت اللي كانت تلعب ليش ما ليش ما تأخنب بكلام هس الباحة مثلا دكتور منذر قال أنا تشينت أحد لاعبين النجف بديش الفترة وموجود الحيير يرزق هشام عطا عجاج مو استادياس هسا موجود قدامك موجود قدامك عبدالقادر زينيل موجودة هواي أسماء بعض الميول عزيز عبدالقادر زينيل مشوعة الشرطة شدراك يوسيف شدراك يوسيف موسيف أسألك سؤال الكوس اللي كانت حصل عليها اللقب الدور وينها موجودة في خزان الشرطة الآن يعني كوز سبعينات وغيرها موجودة يا معود ذاك اليوم كاس مال نادزة وراء بالأثمانينات لقوا بسوكاراج وطلعوه وواحد جابه وطال نادزة وراح ملوها لك يعني هي ورا وحتى عجزوا من الاثبار لا لا خذوها اللي جنة أولوبيان لمتها وخلاها بال متحب وراح مزي الوين لا لا هسا احنا بيدور خلني نقول للمت التاريخ نحن نريد نجمع كل شتاتنا حتى نهتدي إلى طريق نخلص من هذه الاشكاليات اللي رح تبقى طبعا طويلة الاتحاد هو الفيصل في هذا الموضوع يجمع كل الخبراء واختقد يتطوعون بمناسب كلام سيد تحسين مضبوط انه انت ممكن حتى المشجعين اي واحد عنده دليل ممكن يجيبه وهاي اللجنة خلني نقول لجنة الحكماء الناس اللي لازم نكون محايدين يعني انت اليوم انا سار عبد القادر كل الاحترام الي لكن تعرف في تصريحه فالشيء غريب يقول انا الدستور انا الدستور قراء التصريح انا الدستور لا مو صحيح هو ينتمي إلى مؤسسة الشرطة انت هسد مدافع دفاع مستميت عن الشرطة حقك هذا لكن لازم ايضا تسمع الاخر الاخر جز طروحاته اكثر فلذلك احنا رجل لجنة محايدة الاتحاد يجمع كل الخبراء كل عضاء الاتحادات السابقة ويصل الى حلول شوكت بدأ الدوري يحلها بالمناسبة حتى الاشكاليات هذي ما الاندي ينحلها انت لانا يكون موضوع مثلا انجازات نادر رشيد تحسب للرشيد لو للكرخ لا للرشيد هسا هاي معاصر ايه مو صحيح تحسب للرشيد لو للكرخ ما طالب الكرخ هسا الكرخ يقول لك انا الوريث الشرعي لنادر رشيد نعم من حقا لو لا فاذن احنا لازم نصل الى حلول الحلول بسيطة هل يحق للميناء ان يطالب بتسع دوريات بين الاثنين والسوتين والهاي من حقا زين هو سؤالي نفس بس اسمح لي من حق الميناء يطالب تسع هل من الغبن او عدم الغبن بطل دور البصلة اعتبره بطل دور العراق شوف محنش قلنا لجنة الحكمة راح تجتمع شوان هسا حضرتك انت من موضوع اخونا هاللجنة هسا انت من ديكس دكتور انا وضحت بالبداية اللجنة شكلت بالتلاتة وسبحين بالتلاتة وسبحين تاسمين على موضوع الدوري نعم على موضوع شكل الدوري اليوم على تثبيت التاريخ حقية حقية المحافظة احنا المحافظة بالدوري او لا هو هذا حسمته هاي اللجنة ياخي هذا الرجل على يمين اطرح موضوع نعم قال لك ليش الاتحاد اختار آليات الشرفة اعتقد اعتقد بداية البحث بالموضوع هو هذا لماذا هل كان الاتحاد يعتمد ممثل العراق الخارج هو من بغداد ميون للعاصمة على اسم الدوري اللي يطلق دوري الممتاز دوري العراق الممتاز سيدتي كان البصرة كل دوري دوري ممتاز موضوع تسمية ما لها علاقة درجة اولى بطولة الاتحاد العراق جاوب لا لا اقول لك ها الفروح هي المشكلة ياخي سووا دوريان سووا دوريان سووا دوريان سووا دوريان اخططها مو بس درجة اولى اولى وثانية ثانية هذه الشروك مطل دوري البصرة 74-75 درجة ثانية وشان اكو دوري 73 عفو 73 وظلت مؤسسة عراقية تعرفها هي مؤسسة عسكرية منذ صار الانقلاب الأول بالخضاعة الملكية صارت مؤسسة عسكرية فإنت الآن هو من تسلم موضوع الاتحاد والأولمبية كلهم القادر عسكري كل واحد يمين المؤسسة ممكن أنا نادي مثلا بزارة الدفاع أقول نادي الفلاني أفرط ما حد يعترفه وما ذنب تاريخ نادي وجمهور نادي أنا شوني ذنبي سيد عادل بشير دكتور عدنان حجد معلومة مضبوح وزير النقل السابق رئيس الاتحاد عدنان أيوب صبري هو مؤسس نازل زره هو محل تاريخ بلا أربعة سبيل لا أكون لجنة لا لا سيد عدنان أيوب صبر بقيمة بالدولة نأثر على لجنة سيد عدنان أيوب صبر في فرنسا بالعراق يعني عضو فرق إذا خبرت جاتلي فرق يعني عضو فرق حتى الوزير يقدر يخذ قرار في زمن ناب المغزار والمشكلة المقرار حتى الوزير ينتخل قرار فد من كان يقلد بطل الدوري أنا لا تدخل بالسياسة من كان يقلد بطل الدوري الدرع الدوري من كان يحفظ يعني عبد السلام عارف عبد الكريم قاسم يعني هاي رأساء دول رأساء دولة ومدل كيان دولة أنت ما تعترف به أنا ما قلت لك لا هو ما قالي شي هو ما قالي شي هو يحفظ على شكل الدوري أكو فرق بين مفردة محو تاريخ وأكو فرق عدم أطافة هاي الألقاب لها الألقاب ما حد يمحي تاريخ صح لأولاد التاريخ الجدلية تضمن بأنه سيد عدنان أيو صبري تضمن بأنه ما كان يميل للنادي لأسسه هو ما كان باللجنة لا هو ما هدى الطريق أنا أقول لك ما هدى الطريق للنادي ما له أسمع نسمع أحمل قيمة شيئا بس أسمع أسمع إذن إحنا إحنا شنحتاج صحيح دي نحتاج لجنة لانصاف الآخرين أحمل قيمة كمية لا لابس دفتور عدم أشتر سيد ياسي شايل الحشائي هاتريمت هذا صحيح صحيح سوى سيد عدنان أيو صبري ما هذا الطريق بجرد قلم يقول بجرد قلم تاريخه أنت مؤتمن أنت مؤتمن على معلومتك مؤتمن قول مجرد قلم لكنه شكل لجنة أو ما شكل لجنة اللجنة موجودة في سبعة وستين يا خيطة يجب تعالي عدد بشير الله يرحمه إذن سبعة وستين مؤسل هو سوى بعدين من إجراء سبعة وستين عدد بشير هو اللي أقار أنه لابد من قامة دوري لعموم العراق سبعة وستين يقول أنا كمنت الملف ويقول تعاقب له وما تعاقب بس هو ضابط بالجيش النقل خارج بغداد وطلع من الاتحاد كان نظام عندهم الاتحاد لذلك الوقت باوع أنت من بغداد دوامك في بغداد تكون عضو الاتحاد واجبك الوظيفي يجي برك تطلع خارج بغداد تقدم استقادتك من الاتحاد صح صعوب التواصل هذا اللي صار معاهم جون تريد أن تفرق محاولة يجي تشارك في الدولة العراقية إذن هو ما تعاقب هو النقل لنبني على حسن الني لنبني على حسن الني بس المحملاني سلم ملف إلى فاجوات الميرة اللي يترأس الاتحاد وتتعرف أنت وذلك الوقت وإحنا إلى الآن اللي يجي يلغي ما قبله ما يعدر بيه خلاص أنت الموضوع هو يقول أنت عجبت لش ما مش يو أنا مقدم دراسة كاملة أحسنت وراحت الدراسة وإنت ها إلى أن جاعدنا يا صبر العجزي طلع حايمالت الأندية يقول أن قبل الأندية قبل الأندية الدراسات اللي يسووها اللي استضافات تخذي كم واحدة من إنجليلت أنا سوي دور تجريبي اللي هو مقسم 13-14 هذا من قلق دور تجريبي هذا هو رئيس الاتحاد طلعا لا يعني البطال الدور شايفة بطال الدور التجريبي لا دور دور تجريبي دور تجريبي يعني أنا أقول يا بيت ترى دور تجريبي راح أسوي من 15 فريق 10 من بغداد أو 9 من بغداد 6 من المحافظات أعلم بس ما أقول 2 ينزلون و 3 ينزلون وإذا واحد من بغداد الأخير معلو شلون ما أحدد آلية هبوتو سطعود لأنها دور تجريبي دور تجريبي نعم والدليل آخر فرق بغداد نزل منحددت يا سيدي أجا يوصل النقطة متخليك منحددت آلية هبوتو سطعود إذن هذا مدد تجريبي هذا دوري معتمد وسميت دوري عموم القطر نعم لغيته بعدين ليش السيد عدنان ليش لغا ما أحدد طريق ما أحدد طريق ما أحدد طريق ما أحدد لغا لا لغاية مؤدنا لغا لغاية دوري وقبل ما يدي الدوري على حساب رئيس الاتحاد الطامة الكبرى هسنا ابتهمنا الشرطة بالله ندمجوا وروحوا يعجب يعجبه يعجبه لا يشارك بالدوري بهالنص هذا واللي ما يشارك بالدوري اللاعبين ما يدخلون للمنتخب طامة كبرى هاي يعني أنت ما تشارك بالدوري خائليات شاركوا مشكلة ويا وزير الداخلية لا لا والاتحاد والاتحاد ويبه جوة الميرة أنه انت ما شارك بالدوري حتى لاعبي ما تلك ما يلعبون للمنتخب خلي أبالك أنت والمنتخب العراقي كله كان يعني هاسيبية هي إيجابية هاي بالعكس ها ده يأسس شي صحيح أنت المنتخب ويا ويا كاني اندمجوا وشرطة هاي إيجابي اندمجوا وشرطة اندمجوا وشرطة طيب أرسلك بالله الميناء الميناء هو يوبط الدوري وقديم وعريق أدمجوية فيقبغداد البريد وسلمنادي المواصلات والله شنو الوزار هي نقطة اخرى هاي السكك غير اسمه وزير باسم ذات النقل السكك كامل نجوم موسم واحد ساعد الزوراء من درجة الأولى يقول آني طبعا هو كان وزير الشباب من تلك الموسم ساعد الزوراء درجة أولى هو وزير النقل من وزير الشباب إلى وزير النقل قال لغيت النقل ونقلت لاعبي إلى نادي الزوراء إذن هو إذن هنا تاريخ الزوراء من أنقاض نادي أجابك الزوراء ما لا علاقة بالنقل ما دا قلت لك هو وزير النقل ونقلت لاعبي 73-74 الزوراء عند فريقين يشاركون بدور الدرجة الثالثة صعد الزوراء أحد من أدهم للدرجة الثانية 74-75 الزوراء لم يوجد بالدوري يلعب درجة ثانية وفاز بالدوري وكان الثاني نادي الجامعة وصعده وخمس فرق من ضمنهم عدان أيوب صبري وليس هو اللي جاب لاعبي للنقل قرار صدر من وزارة النقل في شهر السادس 75 بإلغاء نادي النقل يعني قبل الموسم بس اسمحني قبل يدي الدوري بثلاثة أشهر نعم والدليل قبل هذا القرار نجوب نعم هو وزير نقل هو وزير نقل هو وزير نقل هو كان وزير نقل لا نتهم لا لا وزير نقل وزير نقل دقيقة دقيقة هس أنتم تهمتم الرجل هو راح الدار حقه 72-73 الدورة الدرجة الأولى لمؤسسات بغداد انتهت المرحلة الأولى ممكن تستعلم يا سأيدني 32-73 لغت المرحلة الثانية الأولى بس اسمحني لا تقاطع نعم انتهت المرحلة الأولى بطل المرحلة الأولى نادي فريق القوة جوية خوشحة تمام وراء انتهاء المرحلة بفترة وجيزة أصدر الاتحاد قرار بإلقاء الدوري هذه قبل ما نلعب تصفيات كأس العالم في سدن خوشحة لحد دنان وراء ما رجعنا ماذا قرر الاتحاد إقامة الدورة المرحلة الثانية من احتبار الدوري بطل الدوري فريق القوة الجوية المرحلة الثانية بس اسمح لي بس اسمح لي خلي كمل خلوصل فكرتي إلغاء المرحلة الثانية وإقامة دورة الخاصة بنفس الفرق اللي تلعب بالدوري اللي لغاها لعبها دورة اسمها الدورة الخاصة يعني معقولة ألغي المرحلة الثانية وأسمي بطل الدورة المرحلة الأولى بطل دوري وذول الفرق نفسهم لو كان عدنان أيهم صبري ميولا ضد الجوية ما كان صدر قرار باعتبار الجوية بطل دوري بس للتوصل هذا بلانا قاعد نحك بلا 74 سيد تحسين هنا أنا بدأ سيد تحسين أنا بعيدا بعيدا عن الألقاب كلام الأساتذة يبين لي لا كان لدينا قيادة رياضية ولا كان لك أخرين فضل دكتور هذا الأمر رح نقول هذا حتى نصحح الأمور نحن ندعو الاتحاد إلى استعادة الوعي استعادة الوعي هو بناء تأريخ حقيقي لكرة القدم العراقية من خلال الاستماع لكل الأصوات وكل الأدلة ونبدأ كتابة تأريخنا بشكل صحيح الدوري هو تأريخ العراق حسنا بالمنتخبات ما عندنا مشكلة بالموضوع المنتخبات اللي هنها المسجلة بالفيفا هم زيان إيه لاسي ومسجلها فبالتالي الدوري هو الأساس ممكن نبدأ إحنا شو كنت بدأ الدوري ربما يطلع أقدم من هذه التواريخ اللي ذكرواها الأسات الدولة أسات المحترمين في هذا الموضوع لذلك الاتحاد هو الذي يحسم هذه الأمور هو الآن ليش ساكت أنا ما أعرف المفروض الآن الآن قل لك سيد تحسين أنه من عام 2020 هم بدأ يعني يتقصون لعادة الحقوق إحنا اليوم بـ 22 يعني سنتين كاملة هسا يقول لك الاتحاد السابق إحنا الاتحاد سابق وجزء من هذا الاتحاد المفروض كل الاتحاد يكمل عمل ما قبله لذلك احنا ندعو الاتحاد من اليوم أنه يعني يسمي لجنة خاصة محايدة يعني تشمل كل النأس التاريخيين على مستوى الرياضة على مستوى الإعلام يقدمون أدلة بالضبط يقدمون أدلة ويبدأون كتابة تاريخ الدوري ويحددون من المتابة الدوري هسا واحد يقول لأ مو شون يصور دوري أربعة طيب أنا أقول لك فالقضية أساسية احنا البطولة الأولى في العالم من هي؟ كأس العالم كأس العالم 1930 كم فريق شارك بها؟ بالأرقواي 15 عدد الفرق ما لا علاقة صح تكتب بالضبط فإحنا مساعة تشترك على عدد الفرق إحنا نريد أولا يعني ليش قلت موضوع العنتريات لازم نحترم القانون كل الانديا تقول إحنا كل يتنا طوع أمر الاتحاد للوصول إلى الحقيقة والاتحاد ما يقرره نعتبره دستور أنه وقانون للمرحلة المقبلة وبالتالي نخلص من هذه المشكلة مو يجي كل واحد يقولك والله أنا فايز عشرين أنا فايز ثلاثين مو صحيح هذا خلي نحترم بطولتنا ونحترم كرتنا ونضع الأمور بنصابها الحقيقي لكن بشكل عادل ومحايد بعيدا عن أنت تعرفون تاريخ دائما يكتب الحكام يكتبون التاريخ إحنا نريد الآن الحمد لله ما عدنا لا عدنا حكام ولا عدنا ميول دولة ما عدنا فممكن نكتبها إحنا الرياضيين بشكل عادل ومنصف سيد تحسين ثواني أخيرة مصرين عن المطالبة شون تستردون الحقوق تستردون على كتابكم وجهتوا للاتحاد لا إحنا قدمنا للاتحاد وثائق تثبت وتدول أن حقية نادي الشرطة باللقبة 13 إحنا ما رحنا للاتحاد قلنا لعدنا 13 حتى ناس أسماء يعني أسماء خارج منظومة الشرطة يعني الدكتور منذر العباري وهوي أسماء شهدتهم ودت زيت وثائق ملف هاقد وديت الاتحاد يا اتحاد هذا ملف فيه يقول أنا هاقد بس الاتحاد ما أدري نفس الشيء هذا القوة الجوية أخذ وياني باعتبار متضرر من نفس القضية راح وياني وبنفس الملف يعني احنا ودينا في هذه البوكسات هذا ما يثبت جبنا من الصحف الوطنية رحنا للدار الطباعة والنشر أيدنا كل شيء موجود يثبت أنه هذا حقنا ومع ذلك إذا الاتحاد رح يثبت أنه لا أكو مشكلة أنه نادي آليات الشرطة هو نادي الشرطة ومنادي الشرطة أنا مستعب نحن نجيب لي كتاب المؤسسة نعمل بيها ويثبت له باعتبار هي وريح شرعي هو المؤول للنادي شكرا سيد سيد تحسين شكرا سيد بياس بس عدي ملاحظة صغيرة عسرية يعني الاتحاد يجب أن يبد مثل ما تفضل الدكتور بسرعة بهذه القضية ليش الموسم الجاي يريد سويدا ومكترفين لو فرضنا الزوراء فهي يكون لقب 15 أو اللقب الأول الزوراء نفس الدولة الإنجليزية لا 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 أنا أستاذ شكر ما تعجبه لا 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 دور المؤترفين المعلومات هو ليس دوري جديد هذا دوري يتطور يتقدم فماكو دور جديد تسمية احنا معناها احنا الان كل جدان على ماذا نريد نسكل متى بدأت دور العراق دور المستمع بنص دقيقة لا علاقة بعدد الفرق والبطولات لا لا علاقة بالتسمية هس اتحدى واحد بالعراق يجيب لي آليات الشرطة بطل دوري بمشاركة فريق واحد من المحافظات انتهى الكلام حسن الحسن شكرا سيد محمود سيد ياس دكتور عدنان سيد تحسين لكم مشاهدين اشكروا التقدير نلتقي يوم غد في قوة الملاعب والدقاء اشتركوا في القناة